قطع تيار صدرية شك باليقين لجهة استعداده للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية التي تعد ثاني أهم انتخابات عامة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية وقالت مصادر مقربة من الحنان أنه بالرغم من أن زعيم التيار مقتدى الصدر لم يعلن نفسه استعداد تياره للمشاركة في الانتخابات المحلية المتوقعة في اكتوبر المقبل إلا أن الغلبة داخل التيار تميل بوضوح الآن إلى جهة المشاركة حتى وان اقتصر الأمر على مباركة ضمنية من جانب الصدر الذي أعلن في وقت سابق انسحابه من العمل السياسي وأشارت إلى أن قيادات صدرية تمكنت من إقناع الصدر بأن عدم المشاركة سوف تؤدي إلى انحسار المكانة الشعبية للتيار وتهشم النواة الصلبة للمعارضة الشعبية وأن المجالس المحلية هي مجالس خدمات ومسؤوليات مدنية وليست شيئا سياسيا فقط وأنها لا تشكل عائقا أمام الحكومة أو سياساتها ولكنها تخدم إدارة المحافظات والأقضية ولا تفرض أي ضغوط تقع خارج الإطار الخدمي وخاص المتعلق بسبب لإنفاق الميزانيات المخصصة للمحافظات محافظات